السلام عليكم ورحمة الله كيف حالة شباب رجل لكم مقطع جديد مقطعنا اليوم وهو تجديد السوق الاسبوعي هذا المقطع متعودين عليه كل فجر خميص طبعا هذا التجديد جدا رائع وجميل معنا لامتين مجانيات ام الخمسين في بوكس وعننا لامة مجانية بألف وخمسمائة في بوكس فطبعا في البداية اكيد راح نفتح واكيد كمان راح نشوف اهم الاخبار اللي راح تكون معانا ان شاء الله طبعا زي ما بنعرف يعني كل يوم عندنا لامات مجانية لكن اليوم فاجأونا في لامة ام الخمسمائة وفيها الف وخمسمائة تيكت طبعا زي ما تشايفين هون قاعد بيخيرني باشياء بين فخ قراصنة وفخ ثلج دفندر مسدس دفندر سيف الكونسركتر عندنا هون الاسلحة طبعا قبل لا تتسرع انت شوف شو اللي ناقصك من الاشياء هاي بتروح مثلا الارمور مثلا نروح على السيماتيك انا ذا شوف الافخاخ عندي مثلا فخ القراصنة عندي يا مثلا هون مية وثلاثين وعندي واحد منه ذهبي عندي فخ الثلج كمان منه مية وثلاثين وعندي كمان منه موجود فانا اتوقع انه فخ القراصنة عندي راح يفيدني ويختفل ابت presenting بلادي مية ويدي ميت Thats music عمزة طبعا كون الاسلحة مية و我们的ack كون الاسلحة ماذا؟ يبدو أنك مجدداً مجدداً ماذا؟ اوه لا ماذا؟ 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 اوه ماذا؟ 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 المترجم ماذا؟ ويعني مش ضايل اشي لتاريخ ستاش سبعة يعني قربت لمات البيردي جمعوا تيكت عشان يعني تفتحوا من لمات البيردي ووو مليتري لاما يا سلام رجعت المليتري لاما معانا بخمس لمات بسعر ثراثمية يا سلام طبعا يناقصوا اسلحة المليتري يعني انت وحظك اذا ناقصك الابليتر الريث يعني معاك خمس لمات انت وحظك طبعا في البداية او قبل لا ننتقل على سوق الايتم شوب طبعا اكيد لا تنسوا كود الايتم شوب واكيد انتوا عارفين انه احنا حسابنا القديم طار بسبب هذا الكود لانه الكل كان يحكينا قصر الكود قصر الكود وجبنا العيد ففداكم وفدا عيونكم حبايبنا وهذا هو الكود الجديد اللي هو اكس تسعين لا تنسوا دعمنا شكرا للكم ان شاء الله نتعدى الارقام اللي كنا في الحساب القديم ومع هذا الحساب الجديد نتعدى الدعم فخلينا نبدأ او نفوت على الايتم شوب طبعا بالويكل ايتم او زي ما نزلنا لكم في الاخبار اللي هم الهيرو الامريكان او العيد الامريكي نزل معنا لكن ناقص واحد هيرو اللي هو راح يجي معنا بتحديات الاربعتاشر يوم للهو الصيف تباحهم اللي نزلونا يا تحديات الصيف فطبعا الايفنت ايتم كل الاشياء اللي فيه تقدر تراجع المقاطع القديمة او السوق القديم كلهاتها هاي الامور كلهاتها تكلمنا عنها ما في داعي عيدة فمندخل او بالبداية مندخل بالاشياء اللي حكينا لكم اياها عن اللي هو الهيرو راح يجينا بالتحديات الاربعتاشر طبعا الاربعتاشر يوم التحديات راح تكون معنا اللي هي هون مثلا هون بقول لك مثلا روح دور كولكت بوكس دور على البوكسات واجمعها يعني مهمات سهلة بتكون معنا فمن هاي التحديات راح يجي معنا تحدي المهاجم الامريكي وراح يكون عنده بيرك الفريق طبعا راح يكون عندك فرصة اربعة 24 بالميلة ساعات الرصاص اللي ذي تم اطلاقه وعندك اللي هو كمان اللهم صرر سيدنا محمد طبعا احنا يعني بيرك الفريق طبعا يعني عادي جدا يعني مش هالاشي الواوي يعني مش هذاك الاشي فمنبدأ في الاشياء الموجودة عنا في الاتم شب راح نبدأ في اول شخصية اللي معنا اللي هو ازاي ما احنا شايفينها امامنا اللي هو بحكي لك فرصة اربعة عشرين ببينة لساعات الرصاص اللي تم اطلاقه وعندك فرصة 38 بالمية لإستعادة الرصاص اللي تم اطلاقه اللي هو يعني للمهاجم الو Ermash 13 اليوم لكن الشخصية الامامنا حاليا راح تكون بيرك الفريق اللي هي فرصة خمسة وعشرين ببينة لعدم استهلاك الرصاص اثناء صرخة الحرب اللي هي الواويك راي واذا كانت اساسية راح يكون عندك فرصة خمسين ببينة لعدم استهلاك الرصاص اثناء صرخة الحرب يعني صراحة عادي جدا فانا بدي اشتريهم اكيد يعني يعني حتى لو كانوا عندي فباشتريهم بحطهم في الكلكشن وبكسبهم فبنيجي على اللي هو الكونسركتر راح يكون معانا الكونسركتر يعني بوناس هو عادي جدا بيقول لك بورش كولداون اتناشر سكند اذا كان بالفريق او بالتيم سبورت اذا كان اساسي راح يجي كولداون يعني او عفوا اللي هي خصم الانيرجي عفوا خصم الانيرجي راح يقل عندك لاثناشر سكند وعندك هون اذا كان اساسي بورش يعني صفر انيرجي راح ينخصم او هي كولداون تبعتها او عادة الشحن تبعته اتناشر ثاني هون بحكي لك انه صفر انيرجي ما راح يسحب انيرجي بالمرة وانه خمس ثواني اعادة الشحن تبعت البورش فيعني كمان صراحة ما بشوفو هالبونس جدا رايع لكن الشخصية راح اشتريها وتكون عندي برضو يعني انتم عارفين كل مرة وكل مرة بنطلع باشي بطلعونا بشكل جديد يعني طبعا هاي الشخصية قدامنا باللبس الامريكي وبالزي الامريكي كلياتهم عنا بعديها اللي هو الاوت لاندر واكيد الاوت لاندر معروف بالبونس تبعه اللي جدا 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 رايع اللي بحكي لك اللي هو استخدام خاصية الفراغمنت يقلل وقت الانتظار للخاصية بنسبة 10% اللي هو اذا كان رئيسي او اذا كان بالسبورت ولكن اذا كان اساسي اللي هو استخدام خاصية مع موجود الفراغمنت يقلل وقت الانتظار للخاصية بنسبة 30% طبعا هاي الشخصية او الاوت لاندر هذا ما كان يشتغل زمان فمع التعديلات ومع التحديثات صار يشتغل معانا كويس يعني الناس اللي بلعب بالاوت لاندر وللتدي راح يفيدهم كثير بسعر الفين وثمانمية فاكيد راح نشتريه طبعا الشخصية اكيد الحكيان عنها وتكلمنا عنها اللي بتحديات الاربعتاشر يوم للصيف يعني حكينا لكم بالبداية ايش هو البيرك تبعها عادي جدا يعني انا شايفهم يعني ما بتطلع منهم غير بالاوت لاندر فقط اللي هو عشان الفراغمنت للتدي طبعا هنا لعنا المسدس اللي هو الالعاب النارية اذا حابين تشتروه يعني مسدس بطلق العاب نارية يعني زي ما تشايفين هون هي الالعاب النارية هي شايفينها ورا انا ما بعرف دولتكم ايش بتسموها احنا عنا مسموها فقاعة والعاب نارية اكتبوا انه شو اسمها عندكم يعني انا باتوقع انه مرة مالك سمعتوا بيحكوا لها التراطيع عندكم بالسعودية وما بعرف دول الثانية ايش بيحكوا لها فعادي جدا المسدس ما بنصح فيه حانا هذا السلاح جدا جدا سيء ما بنصح فيه ابدا يعني فعنا هون فخ الارضي النار بسعر 1680 اذا ما عندك اياه يعني بتقدر تشتري وتحطه في الكتاب يعني كاستخدام فقط ضد الزومبي الناري يعني اذا كان فيه هجمات نارية عليك تحطها وكون دمجوا عليهم مية في المية لكن انك تستخدموا بكثرة مشي كويس طبعا عندنا هون الخزنات يعني في ناس كثير يعني الا اليوم يعني استغربت اذيك اليوم واحد بحكيلي زور انا بوريك يعني مية واحد ولا مية وعشرة وعنده الطالع لهو الخزنات عنده ومش عارف كيف قفل على الاسلحة وعال اشياء هاي مش عارف كيف يفكها طبعا هون عندك كلمة الانفنتوري اللي هي 1471 مخطط عندي بقدر اشيل 1665 فبمجرد شرائي هاي الخزنات راح تزيد عندي مساحة الانفنتوري لعشر خزنات فيعني عشان هاي لالناس اكيد في ناس جديد دايما عندنا في القناة فلو نيجي هون نروح راح صارت عني 1675 فزادت عننا المساحة فطبعا اذا كان عندك لسه القفل موجود يعني ما راح عندك القفل هو اللي بتعمل اللي هو ريسايكل اللي هو عادة تدوير او التكسير احنا منسميها بتحدد الاشياء اللي ما بدك اياها بتحددها زي هيك وبتعملها ريسايكل وبيخف العدد عندك صار 1455 فهيكا بروح من عندك القفل طبعا هون عندنا الاوتلاندر اوتلاندر هذا كويس اذا ما عندك يا لهو تدي دميج 30 بالمية اذا كانت سبورت اذا كانت اساسية دميج 46 وفاير ريت 25 بالمية هاي شخصية كويسة للناس اللي بلعب بالاوتلاندر وبتدي بسعر الف جولد فيعني اكيد كلياتكم بالجولد حاليا مع العاب الحرب ومع الثلاثين هجمة والناس اللي بتحاول وبتخسر وبتعيد وبتخسر وبتعيد اكيد كلياتكم معاكم جولد كثير فطبعا هنا عندنا الفلكسات الذهبية من المهم دائما نشتريها اول في اول عما تنزل عنا مثلا هاي شخصية الاوتلاندر بدا طورها للذهبي باشتريها بطورها عن طريق الفلكسات يعني اكيد في مقطع في القناة موضح لهذا الشي عنا السيرفايفور الايبك بسعر 500 لاثنين اللي هو السيرفايفورات الايبك اكيد مسؤولة عن رفعة الليفل او ترفع مستواك في الليفل او الباور تبعك للباور تبعك يعني بشكل عام وترتبهم في شرح للسيرفايفور كمان وعننا موارد تطوير لبيور دروب دائما نشتريهم موارد تطوير للهيرو للأسلحة للأفخاخ الى اخرى هو اللايتينج والاي والستورم شارد يعني هذول دائما الشغلات ما بخليهم يروحوا علي بلاش ما ينساهم الواحد بشتريهم اول ما ينزلوا طوان عنا خلينا نضل اشي لولستورم شارد خلينا نشتريها اخر 10 حبات طبعا الفلكسات الابك اكيد اذا عاننا شخصية باللون الازرق بنطورها لابك عن طريق هاي الفلكسات وعنا هاي المطرقة بسعر 240 ما عندك يا بتلزقها في الكتاب عنا اللي هو البركات الزرقة دائما اكيد نشتريها ما بخليها حتى لو عندي بزيادة ما بزود عندي على الاشياء اللي بتروح من عندي لتطوير اللي هي بيركات الاسلحة والافخاخ من اخضر لازرق وعنا البركات الاخضر من ابيض لاخضر منطور الاسلحة والافخاخ بهاي البركات وبنرجع بظل عنا اللي هي الكونسركتر الموجودة عنا الهارد وير دامج 17% اذا كانت سابورت اذا كانت اساسية 50% بسعر 160 اذا ما عندك يا بتحطها في الكلكشن اذا انت بتدور على هاي الشخصية بتشتريها وبتطورها عن طريق الفلكسات واخر ايش عنا اللي هو المفكات واكيد جدا مهمة ودائما تكون عنا اننا بنشتريهم لتطوير اللي هو الافخاخ بيركات الافخاخ وبيركات الاسلحة فهيك بكون وصلنا نهاية الشرح طبعا هذا الاسنايبر عادي جدا يعني انا نسيت احكي عنه لكن عادي جدا مش هالاسنايبر القوي فهيك بكون وصلنا نهاية مقطعنا اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا ولا تنسوا لمات الميليتري لما موتاها عندنا حاليا بسعر 300 وموتاها عندك 5 فقط فما منعرف هاللي اليوم بعدين تروح زي ما عملوا بلامات النيون فاذا انت ناقصك اشي بسعر 300 مش غالي كثير يعني فرصتكم للشفت بالكومنتات انا الريث ما اجاني انا الاوبليتر ما اجاني ممكن انت تشتريهم اذول اللمات ويجيك اللي ناقصك والتوفيق للكل ولا تنسوا كود الدعم X90 ويعطيكم الف الف عافية ومنشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله موسيقى